مدارس محافظة بابل شأنها شأن باقي مدارس المحافظات العراقية فلا ترميم لمدارسها ولا إعادة بناء لما تم هدمه منذ سنوات بعد ترحيل طلبتها إلى مدارس أخرى فزاد عدد الطلاب في المدارس عن الحد اللازم وهو ما أثر سلبا على المستوى التعليمي فيها محافظة بابل قامت بهدم مدرسة الجمعية ولم تبني مكانها مدرسة بديلة إلى الآن فضلا عن نقص المدارس الذي تعاني منه المحافظة بشكل عام طلبة المدارس الابتدائية همومهم أكبر من أعمارهم فمدارسهم لا تتوفر فيها أي خدمات ابتداء بماء الشرب وليس انتهاء بالخدمات التعليمية والتربوية ترد الأوضاع في المدارس الحكومية دفع الأهالي بالفرار بأبنائهم إلى المدارس الأهلية الخاصة من لا يملك القابلية المالية لتسجيل أبنائه في المدارس الخاصة سيبقى بين معاناة أبنائه من ترد المستوى التعليمي الذي ربما يؤدي بهم إلى الرصوب الأهالي اتهموا وزارة التربية بالتقصير في دعم المدارس فضلا عن عدم قيامها بزيارات ميدانية لتقييم الواقع التعليمي بين فكي الفساد والتقصير الحكومي وقعت مدارس بابل والخاسر الأكبر هم الطلبة وأهلهم ومستقبل البلاد